موسيقى وانا في طريقي لتصوير هذا التحقيق عن الساعات القديمة وأقدم مصلحيها فكرت في أن ألتقي أولا السيد ناجي جواد الساعاتي لتكوين فكرة تاريخية عن أوائل الساعات في العراق ومصلحيها وللأسف لم أعثر عليه إنما أعثرت على العديد من باعي الساعات الحديثة والذين تحدثوا لنا عن سوق الساعات القديم والحديث منها هذا السوق عندنا سوق الأمانة في بغداد في شاعر رشيد أول سوق للساعات وأول سوق الأدوات الاحتياطية للساعات السبيرات هذا من السبعينات إلى حد الثمانينات للساعات الأصلية أول بلد بالعالم اللي يستورد الساعات الأصلية هو العراق الساعات الرولكس اللي يستوردها العراق والسويسري والألماني استورد والياباني ما بعد الحداثة اللي صارت بالبلد قمنا نستورد الساعات الكوارتس اللي هي الباتري حاليا أما الساعات القديمة هل سبس الناس الأكثر ذواقين بالعالم أكثر ذواقين بالساعات العراقيين وذلك ستأيب بلد من تنزل اتباع العراقي الوحيد اللي يلابس له ساعة ثمينة مصلح الساعات والذي ما يطلق عادة عليه الساعاتي اليوم سوف نلتقي مع الأخ خالد يعتبر ثاني أقدم مصلح ساعاتي في هذا السوق رح نتحدث معه ورح يحدثلنا عن تصليح الساعات وعن هذه المهنة التي تكاد تكون شاقة ومتعبة لأنه بها تركيز عالي وبها دقة عالية السلام عليكم خالد السلام ورحمة الله شوان صحيح خالد بالبداية ليس صالك التهنانة؟ صال 12 و 15 سنة قريبا 12 إلى 15 سنة؟ زين تتذكر القدماء اللي كانوا هنا مصلحين ساعات؟ ايه الله الرحمن موفق حسين حج الشمس موجودين هنانة انت هنانة توارثتها يعني اكتسبتها من أحد كنت تتعلم من عنده؟ من الوالد والدها كان هنانة بمحال وبعدين شوية شوية تعدلت الموقف تعلمتها تعتبر هاي المهنة صعبة؟ والله صعبة يعني تركيز ودقة إرادة لها تعب أرق ضغم صعوبة تحس أكو بيها متعة؟ ايه طبعا لأنه متعة شخلت ايه 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 فت يوم مثلين انت صلحت ساعة لأحد وخلاك بموقف مخرجة وانت صلحت بيها بموقف مخرجة ممكن راح ورجع لك عاطلة ممكن يعني أكو موقف مرب بالك وما تنسى؟ والله يعني هاي لك اليوم واحد صلحت ساعة تقريباً هو مقل الساعة قبل ثلس سنوات فإجاني يطالب الساعة قلت ثلس سنوات ثاني وين خليل الساعة موتك؟ فإجاني يطالب الساعة غيرها ومشي تلوبا يعني ذكرت انت بعد ثلس سنوات هو ايجا؟ ذكرت هيج يعني مجرد ما تذكرت؟ المهم يعني يطالب الساعة؟ يطالب الساعة هناك فرق كبير من أنواع الساعات في الصناعة والمتانة ولا يمكن مقارنة الساعات السويسرية غالية الثمن بغيرها إذ أن أغلب الساعات الصينية حين تتوقف عن العمل لا يمكن تصلحها وهي ساعات غير متينة المركات العالمية التي تأتي للأسواق العراقية مثل الأوميغا واللوجين والرادو الحالية لا تملك مواصفاتها السابقة وهي أقل كفاءة من القديمة على الرغم من أن الشركة الأم هي واحدة وإذا أرادت الشركة إعادة تحمل نفس الساعات القديمة فلا يمكنها أن تبيع بنفس الساعات القديمة فالساعات السويسرية معروفة بدقتها ومتانتها تأتي بعدها الساعات اليابانية ومنها المركات المعروفة لدى العراقيين مثل الستيزين والأورينيت وهي حاليا تضاهي الساعات السويسرية من حيث السعر الساعات الموجودة أكثرها أكثرها ما نقول المية بالمية تقريبا 80 بالمية كل هالساعات أصلية وماركات معينة معروفة بس حاليا يعني بالفترة الأخيرة صار يعني الشعبي يخلي نقول عليه وهي الضرب الساعات الصينية وغيرها زادت ليش لأنه مو كل الناس أدهاى أمكانية تشتري الساعات الأصلية وكساعات توصل سعرها مثلاً أربعة ألاف دولار أكو هدنا ساعات رالكس تلاتين ألف دولار 28 ألف 24 يعني حسب المواصفات أشكال أكو بس حالياً هاي يعني قلة قليلة يأخذون هيش الساعات يعني ما أقول واحد بالألف يلا يأخذون بسما الوسط ساعات اللي مثلاً أسعارها من تتراوح من 200 إلى 400 500 دولار تقريباً هسه صار عليه إقبال شوية ليش لأنه الناس كشفت يشترون هاي الساعات ما تقاوم عدهم تعرف أنت من واحد لابس ماركة ومطمئنة عشرين سنة ما ما علي أي شيء يعني وهاي مو بس على مودي الماركة لا قسم يعني عنده هواية ينتقي ساعات أصلية إن العراق كان البلد الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يملك كالات عالمية لأكبر الشركات في صناعة الساعات اليدوية ومنها الأوميغا والرادو واللوجين وغيرها من الماركات المعروفة ثم انتقلت فيما بعد إلى أوروبا الإنزواء عن ممارسة تلك المهنة مع عالم الساعات بدأت في الأسواق العراقية التي تقوم بمهمة بيع هذه الساعات وبالفعل كانت الأسواق المركزية تبيع أفضل أنواع الساعات وأشهر الماركات في العالم وانتهى عصر الساعات الفاخرة مع موجة الساعات الحديثة ودخولها بشكل كثيف لقناة هنا بغداد حبيب محمد ترجمة نانسي قنقر